حرب التحالف في اليمن تتحول شيئاً فشيئاً إلى حرب بين الحلفاء في مساحة مثالية للصراع على النفوذ والإمكانات اندلعت شرارة المواجهة الأولى بين القوتين السعودية والإماراتية في منشأة بلحاف العملاقة لتسييل الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب بحسب رواية موثوقة حصلت عليها قناة بلقيس بدأت المواجهة المسلحة الأولى من نوعها بين قوتين التحالف السعودية والإماراتية في ساعات متأخرة من ليل الجمعة السبت بملاسنة بين جندي تابع للقوات السعودية وآخر يتبع النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات تطورت الملاسنة إلى اشتباك مسلح سرعان ما تطور بدوره إلى مواجهة واسعة تدخل خلالها جنود من القوة الإماراتية انتصاراً لحلفائهم في النخبة الشبوانية ما دفع القوة السعودية إلى طلب التدخل من قوات الجيش الوطني المرابطة في محافظة شبوة التي بادرت وتحت إشراف من محافظة المحافظة محمد بن عديو إلى التهدئة واحتواء المنقف لا يبدو هذا الحادث الخطير الذي تسبب بسقوط جرحى عرضياً أو منفصلاً عن سياق المواجهة الصامتة بين الرياض وأبوظبي التي تدور رحاها في أكثر من جبهة على الساحة اليمنية أخبرت الإمارات العالم في فبراير المنصرم بأنها غادرت اليمن عسكرياً في احتفال مهيب أقامت بالعاصمة الإماراتية في غياب لافت للمسؤولين السعوديين لكن مواجهة بالحافة الأخيرة كشفت من جملة ما كشفت عنه بقاء المطامع الإماراتية على حالها في الموانئ اليمنية والمقدرات الاقتصادية للبلاد والأسوأ أن هذه المطامع باتت بنظر المراقبين مدخلاً لدور إماراتي يزداد سوءاً وتتجلى ملامحه التخريبية في التحريض المستمر لقوات المجلس الانتقالي على مواصلة عرقلة جهود تنفيذ اتفاق الرياض على سوئه وضرره لمصالح الدولة اليمنية تجسد منشاءة بلحاف التي عرت الأهداف الحقيقية للإمارات وربما التحالف برمته مبدأ واحدية المصير لليمنيين وتكامل مقدراتهم إذ تمثل ثانية أهم منشأة لتسييل الغاز في الجزيرة العربية وتمثل جزءاً من مشروع وطني يبدأ من مأرب وينتهي في شبوى على خليج عدن وقفت الإمارات حجر عثرة أمام جهود الحكومة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي من هذه المنشأة حتى لا تمتلك الدولة اليمنية مورداً تدير به خيار المواجهة مع أعدائها الذين تكاثروا بفعل فاعل من الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء إلى الانفصاليين في عدن التي تحتضن أهم تواجد عسكري للتحالف على الساحة اليمنية ترجمة نانسي قنقر